كنت على موعد مع حضراتكم منذ الحلقة قبل الماضية أن أتحدث وأن أفتح ملف الأسرة المصرية لا سيام الطلاق وحضرت وكتبت كل شيء وهو بين يدي الآن أعرضه على حضراتكم وما السبب في ذلك العرض ألا وهو مكالمة غيرت مجرى الحلقة تماما وأنا قادم إلى حضراتكم وكل تركيز في قضية الطلاق كيف أبدأ وكيف أطرحه للسادة المشاهدين ومن عادتي أن لا أرد على اتصالات في يوم الجمعة خصيصا من أجل التركيز لكن قدر الله سبحانه وتعالى جعلني أفتح اتصالا على إحدى المتصلات التي كانت تبكي بحرقة وقالت لربنا اللي بعتك علشان تجاوبني قلت لها بالراحة بس في عجالة قالت لي بالنص كده وكتبت اللي قالته لي علشان أعرضه على حضراتكم وعلشان هو ده اللي غير مجرى الحلقة النهاردة قالت لي يا مولانا كان لي يا أبي جميل جدا حسن في كل شيء أخلاقه معاملاته معاملاته كل الناس بتحبه جنسته كان كنازة مشهودة كل الناس بتبكي عليه صغير وكبير بيبكوا عليه شباب وشيبة بيبكوا عليه اتوفى من واحد وعشرين يوم لكن عايز أقول لحضرتك ما كانش بيصلي أبدا ورغم الإلحاح الشديد اللي كنت على طول أكلمه فيه اللي كان إنه يتحجج ويقول لي ما تعرفوش اللي بيني وبين ربنا إيه وما تخشوش الجنة على حسابي ولا على أفاي ومات يا عم الشيخ وأنا متأكدة وأنا بكلمك أنا بنته وبنته الكبيرة أقرب واحدة لي إنه هو مصلاش خالص قالت لي بعد موته بتلات أيام اتصلت بأحد المشايخ المشهورين وحكت له الكلام اللي قلته لحضرتك ده فقال لي بالنص أبوكي مات كافر كفر ناقل على الملة فقالت له يعني إيه قالت له يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويعامل معاملة سائر المرتدين قالت لي ما قدرتش استحمل أفلت السكة في وشه وبعدين ربنا هداني الشيخ تاني فاتصلت بيه وحكت له الموقف اللي أبويا مات عليه وحكت له اللي قاله الشيخ فقال لها لا يا بنتي هو على رأي الجمهور فاسق قالت له يعني قال لها يعني من كبار العصاة قالت له يعني في الجنة ولا في النار قال لها لا هو في النار قالت زاد انهياري ومن ساعتها وانا عمالة حاول اتصل بيك عشان أوصل لك فطبعا قلت له هشوفي اللي أنا متأكد منه دلوقتي وهرد عليك فيه إن أبوك الآن في القبر أما مصيره فهو بين يدي الرحمن الرحيم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له نعم ترك الصلاة كبيرة من الكبائر واسم عظيم لكن لا أستطيع أنا ولا غيري أن يحكم على أبيك لا بجنة ولا بنار واللي عايزة ألهولك لعل شيئا بينه وبين الله لا ندري لعل شيئا لا نعرفه لعل شهادة الناس هذه تعفو عنه وتغفر له وتصبح له بين يدي مولاه اللي عايزة ألهولك أكثري من الدعاء لأبوكي ومن فعل الخيرات وخلي كل الناس تدعينه الحقيقة خلص التليفون وبدأت أسأل نفسي الإجابة اللي أنا قلتها دي إيه ما صرها الإجابة دي مجرد إن أنا بقى أهدئ من روع بنت حسيت في نبرة حزنها وبكاءها إن روحها تطلع على أبوها اللي بتحبه بكل ذرة في دمها وفي روحها وفي نفس الوقت لكلام الشيخ الأولاني ولا التاني هيرجع الراجل علشان يصلي ولا كلامي إنما بدأت أفكر وانا جاي كده في العربية هو تارك الصلاة الإسلام الكريم حطله إيه واتكلم عنه إزاي أول ما وصلت أفلت على نفسي وبدأت أطلع ورقي وبدأت أبحث عن تارك الصلاة في عقلي وفي ما معي من آلة فلقيت إني تارك الصلاة ويريت كل واحد ما بيصليش يسمعني ومش معنى ما بيصليش ما بيصليش خالص لا كل واحد بيفوت الصلاة كل واحد بيهمل في الصلاة كل واحد بيبقى ماسك التليفون والأذان بيأذن كل واحد بيبقى قاعد قدام المطشة أو على القهوة والأذان بيأذن كل واحد بيبقى قدام المسلسل والأذان بيأذن كل واحد بيتهاون في أمر الصلاة اسمعني النهاردة أنا بقولك لقاء أحسبه حجة لي وحجة عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى أنا خايف من الإجابة اللي جاوبتها للبنت لإني كلها إجابة دبلوماسية حبيت أهدئ بيها من روعها يعني أنت بتقر كلام الشيخ الأولاني أو الثاني دي أراء في الفقهاء لما ترجعوا لها تلون المشايخ دي ما أخطأتش لكن ما أصبتش القول مع البنت لكن هم نقلوا إليها كلام الفقهاء فخذوا بالكم يا تارك الصلاة يا من لا تصلي اسمع أنت في الدنيا صاحب كبيرة من الكبائر ومصيبة من أكبر المصائب وذنب من أعظم الذنوب يا تارك الصلاة اسمع أنت في الدنيا تعيش في ضيق من العيش وفي ضيق من الحياة وفي هم مستمر وفي كآبة مستمرة وفي حزن مستمر لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه هو من أعرض عن ذكري فإن لوم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسينها